السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مرحبا بالمشاهدين كده يرين لبس عليكم بخير كده نمع الصحة كده أموركم كده نرسوا مع رمضان الله يتقبل الله يغفر لنا ويرحمنا يا ربي الله يثبت الأجر إن شاء الله الله يجعلنا من الصوامين القوامين بإذن الله يا ربي الحمد لله الجوزوين الجو بارد يلصيها الحمد لله كنتمنى من الله تعجبكم القناة ديالي والمحتوى ديالها إن شاء الله كنتمنى من الأخوات والإخوان الميمات والأباء يخليوا ليش بس مزوينا الاشتراك مشاهدات تعليقات للايك جزاكم الله خيرا هذا فضلا وليس أمرا بسم الله على بركة الله اليوم إن شاء الله غادين نقدم لكم أكلة لذيذة بزاف وزوينا الحوت في الفران معاش ليذة رائعي بسم الله عندينا يا حوتة من توسطى في الحجم كتجي لديده وبنينه وزوينا هنتو ما فتحها من الوسط ومن الرأس باش كتدخلي عالتوابيل وكتجي زوينا كنجيب سكين وكندير به نفلح بيه الحوتة من عند الرأس ومن الخلف هنتو ما كتشوفو باش كندلي عالتوابيل باش كتجي لديده وزوينا ما شاء الله نزل قاتلية ما عليش الحمد لله المهم أنني غادين في اللحة باش ندليها التوابيل قلبت السماكة الجيهة الخورة باش كنفلحة حتى هي من جوش الجيهات من جوش الجيهات من جوش الرأس ومن الخلف تبارك الله هاد الحوتة تجي لديده وزوينا كندرو فيه التوابيل كنرقضوها ونخليها حتى كتشرب التوابيل مزيان عاد كندروها في الفرن هنتو ما كتشوفو الفلحات اللي فلحتها من جوش الجيهات كيجيوا زوينين وكيعدوا حتى المنظر وقدخليهم التوابيل مزيان باش كتجي لديده وزوينا هنتو ما كتشوفو قتفلحوها ان شاء الله بحل ماكة بيزبعوا تديروا الحوت في الفران بحال هالطريقة خاصة الناس المبسادئين هارا طريقة سهلة من بعد ما فلحت السمكة ديالي كنحطها في الجنب وكنجيب ايناء واسع باش كندير فيه التوابيل ان شاء الله بسم الله ده بغادي تشوفو معايا التوابيل اللي كانحتاج في هاد الضغميرة ديالي هاد الحوتة عندي القصبر والمعدنوس مقطع قطعة صغيرة بززاف كنوضعوه في الاناء كيجيعطيها واحد لده وحد لبنه زوينة ولكن خاص يكون مقطع مزيان كنضيف التومة حكيتها جوش دروس ستع التوم كعطيه واحد لبنه وحد لده هائلة وزوين ما شاء الله كنضيف البزار واربع معايا القصغيرة وماكنك تصرش الحرور كنضيف الكامون معا القصغيرة وماكنك تصروش حتى هو باش مايجينيش مار مع التوابيل الخرقوم حتى هو كيجيبها الديده وزوينه وكيعطينا اللون الدهبي التحميره و الفلفل الأحمر معايا القصغيرة ما شاء الله التوابيل كيجيبها الديده وزوينه عندي هنا الحامض نص حامضه قد نعصره فقد التوابيل مزيان حيث الحامض مع الحوث كيجي رائع وزوين بالزل حيث الحوث اللي بغيتوه يجي لديد وزوين ومافيش زفورة الحامض كيسرعه ضروري من الحامضي انه مرقاد يا اما هذا طبع ان شاء الله كمدي في زيت الزيتون غير القليل تقريبا شي معي لقا صغيرة وكي نخلط هاد المكوينات ما بعديتوه مزيان حتى كي ندامجو كاملين نحت الطيبة دي الحامض رائع معاها التوابيل التومال قصبرو مع الدنوس الخرقوم التحميره البزار الكامون ما شاء الله التوابيل هما اللي كنديرو في في الحوث الشرمولة باش كيجي بنين وزوين ما شاء الله الطريقة رهزوينة خاصة الى درنا فيها التوابيل الحوت وخليناه واحد المدة ان شاء الله هاللي كنديرو في الفران باش كيشرب لنا التوابيل مزيان وكيجي بنين وزوين بسم الله من بعد ما خلطت التوابيل مع بعضياتهم كنجيب الحوتة وكنديرو هالتوابيل مزيان كنديرو الفتحات اللي في اللحتها وكنديرو من بره باش كتشرب القوام وكتجي رائع ومنينة بزف يعني نسيت الملح وتفكرتو بعد قبل ما نكمل غادي نضيفو دابا ان شاء الله ونخلطو مزيان مع هاد التوابيل الحمدلله انا نتفكرتو في الوقت المناسب وكنكمل الحوتة بالتوابيل ان شاء الله كندير هاد الفلحات بالجوج وكنند هنا من بره تبارك الله ما شاء الله هاد هي الطريقين ان شاء الله هاني تتبعو باش كيجيكم الحوت شهوة منو ودابا غادي نفتحها من الداخل وكنندير لها التوابيل مزيان حتى بلاسة ما نخليها كندهنها مزيان مزيان باش كتجي بنينة ولديدة ما شاء الله ما تقنعوش منها جربوها ان شاء الله ما غاديش تتبعو منها وخاصة هاد الحوت را كيجي بنين ولديد وزوين تبارك الله هاد الشيوات كيجي وزوينين في الفرن ما شاء الله بهاد طريقة وهالتوابيل وكيكونوا صحيين كنبعدوا شوية على القلي حتى هاد را كيجي لديد تبارك الله ما شاء الله شهوة منو ما تقنعوش منو لانكيجي ناش فوزوين وما فيش الزيت نختش شوية دين زيت الزيتون اللي ضفت ليها مع التوابيل ما شاء الله عنتم كما كتشوفو الحوت ديالي جات رائعة ما شاء الله بهاد التوابيل ما شاء الله الرحة ديالها كتشهي وغادي نخليها ترتاح ما شاء الله باش كتدخل لها التوابيل مزيان باش كتجي لديده وبنينا هل من بعد ان شاء الله غادي نديرها في الفرن طيب انا درت هاد الحوتة به هاد الحجم انتو ما تقدروا تديرو شحال ما بغيتو لحسب الافراد اللي عندكم في المنزل كيجي لديد وزوين ما شاء الله خاصة اللي طيبناه في الفرن كيجي شوى منو والديد جربوه اللي بقي عمرو ما جربوه خاصة الناس المبتدئين كيجي هائل وبنينو والديد هاد الشيوى تبارك الله كيجي وزوينين في رمضان مع الفطور كيجي ورائعين شوى منهم او مع العشاء من بعد ان مرتحت الحوتة وشربت التوابيل مزيان ان شاء الله هاد نجيب طاوة درت فيها الورق الغدائي وهاد ندير في الطاوة الحوتة ان شاء الله وغادي ندخلها الفرن ماشي وقت كتير باش ما تنشفش لنا بالزاف و او التحرق خاصة غير طيب باش كتبقى لديدة وزوينة كان كتافيه تقريبا نصف ساعة كان كنو درنا الفرن كيسخن من قبل من بعد ما تطيب الحوتة ان شاء الله خادي نشفو الشكل النهائي ديلها مع الشلايد لغا الرافق بها ان شاء الله انتم المشاهدين كفين ما كتشوفو الحوتة جت ما شاء الله رائعة وزوينة ما شاء الله وكتجي لديد و بنينة بزاف زوقتها بطريفة ديون الحامض ما شاء الله كتجي زوينة رفقتها بشلادة ديال الجزر نحكوك مع المقارونية فيس وبطاطا فريت قليتها في الفران ما شاء الله كتجي شهوة منها وشلادة ديال ماطي شو البصلة فيها الكامل ومليحة وزيد الزيتون ما شاء الله هاد الشليضات كيجي ورائعين وزوينين ولاصوس صايبتها ان شاء الله غادي نحط فيديو على هاد لاصوس را كتجي لديد وزوينة وكتعرفوش نخدمتو لاناني خدمتها في المنزل كتجي رائعة وشهوة منها كنت منها ملا سبحانه وتعالى هاد الحوتة اللي طيبة في الفران تعجبكم را كتجي شهوة منها لديد وزوينة وصحية مرفوقة بهذه الشليضات الرائعين كنشكر بزاف للناس اللي كيتابعوني وكي خليوا لي بصمة زوينة والاشتراك كنشكر بزاف للناس اللولين المشتركين اللي كي شاهدوا القناة ديالي والتعليقات ديالهم والكلام زوين رائع اللي كي خليوا لي ما شاء الله ولي لايك شكرا لكم بزاف وكان رحب الناس جداد اللي ينضموا القناة ديالي شكرا لكم بزاف بزاف كنتمنا لكم التوفيق حتى انتم مسيرة موفقة للجميع ان شاء الله كل ما كنتمناه ان شاء الله يا ربي ومارحبا بيكون في القناة ديالي كنتمنا من الله اللي شاهد في القناة ديالي لأول مرة يخلي ليش بس مزوينة الاشتراك المشاهدات التعليقات للايك شكرا ززيلا لكم هذا فضلا وليس أمرا الانضمام ديالكم للقناة ديالي كيفرحني ويشرفني وشرف لكم ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تدع ودائعه وإلى اللقاء